أشكر حضرتك شكراً جزيلاً وقبل ما حضراتكو تسألوا وليه ما كلمتوش حد في حملة الأستاذ أحمد الطنطاوي المرشح للرياسة المحتمل اتكلمنا ووعدونا أنهما هيخشوا وبعدين ما الاتصال ما تمشي يعني ما وصلناش لحد أو هما ما ردوش علينا تاني إنما إحنا حضراتكو حتشوفوا إحنا في الفترة اللي جاية هنكلم كل الناس زي ما انتوا شافين لحطنا الفيديو بتاعه عادي فما عندناش مشكلة مع حد فإحنا يعني مش عايزة أقول حكاية تناقف على مسافة وحدة وكل الكلام ده إنما يعني في طلب بس كمان بسيط يعني وسمعت إنه هيحصل إحنا محتاجين إن نبقى فيه متحدث باسم حملة الرئيس عفتاح السيسي حد الإعلام يقدر يكلمه وده طبيعي في كل الدول في العالم كل حملة لها متحدث فطبعا إحنا برضو محتاجين إنه بقى فيه حد نقدر نسأله ونكلمه يا جماعة أنا عايز الدنيا تبقى حلوة أنا عايز المشهد كله يبقى كامل أو شبه كامل زي أنا بقول لحضراتكو إحنا ميت سنة دستور إحنا من حقنا نبقى كويسين فأنا كل واحد يقول لي يعني هي يا جاء آه جاءت آه لما أطلب برنامج لكل حزب آه لكل مرشح آه لما يبقى عندي حلم إن يبقى فيه مناظرات آه يعني لما يبقى عندي إنه أنا عايز كل الناس تتكلم وكل الناس تعبر عن نفسها آه أنا عايز إن الناس يبقى عندها حرية عمل التوكلات آه هل أنا بطلب أي حاجة غريبة؟ يعني فيه شيء من اللي أنا بقوله ده آه يدايق حد وزي ما أنت شفتوا نهار ده حصل إيه في البلد؟ ولا أي حاجة بالعكس إنت آخر نهار بتشفه وبترف يعني شكلك حلم شكلك جميل برلنت كويس إيه المانع ليه لا؟ وحصل إيه في الدنيا؟ هل تغيرت الأرقام والمقييس والحسابات؟ ولا حصل إيه حاجة فيعني كده حلو؟ أرجو إن حضراتكو نكمل في هذا المشوار ويقول لها إيه شهر ونص شهر ونص وينتهى هذا الأمر ولكن يكون الناس سمعت يكون الناس استفادت يكون الناس عرفت مين بيقول إيه يكون نبتدي يبقى عندنا وقع سياسي يبقى عندنا حركة سياسية يبقى عندنا أمل إنه في السنين اللي جاية ديت يبدأ الناس تتكلم ويبقى في أحزاب لها قوة وتبقى دفعة هتقول لي بتحلم دي شغلتي أنا شغلتي إن أنا أحلم دي شغلة الإعلام إنه يحلم ويحاول إنه هو بقدر إمكان إنه يعني يبقى دايما يطلب زيادة يعني ما تقولي النهاردة إحنا ستة أقولك أنا عايز بكرا نبقى سبعة تقولي النهاردة سبعة أنا عايز بكرا نبقى تمانية نبقى تسعة نبقى عشرة ليه لأ مش عيب ودي مصر مصر تستحق كل شيء جيد مصر تستحق كل شيء جميل